صباح الخير صباح النور كنتمنى تكونوا بقل صحة وسعادة حلقة دياليومة غدي نشوف معكم تريند ديالشوكولات دبي الناس لي ما عارفينش فهذا واحد شوكولاتي في دبي ابتكر هالطريقة هذي فالناس عجباتها حطوها في مواقع التواصل الاجتماعي من بعد ولي عنده زحام الناس كتبغي تشري هالشوكولات وما كتلقاش صعيب انك تشريه فبزاف ديالي شوكولاتي في العالم او في العالم العربي بيضع على الاقل ولو كيحطوا او كيقترحوا هالشوكولاتي هيدا على الناس اللي كتشريم عندهم فتشهرت بزاف اكتر حاجة تشهرت في الشوكولات هي هاد الصوت اللي غتسمعوا معايا دابا واكتر حاجة خلاته ويكون مشهور هو هالتدوق هذا صراحة خطير بزاف 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 مختلف لف القوام لف المذاق دياله شي حاجة اللي زوينا وشي حاجة اللي ضروري انكم تجربوها غدي نشوفها معاكم اليوم بطريقة بحلقة ده على شكل طابليت غنشوفها معاكم كذلك على شكل ميني شوكولات لانه بالنسبة لي اكتر حاجة اللي تقدر تأضابطها مع العراضات او مع المناسبات من بعد فاذا كان عندكم اي حاجة تريند شوتوها في البلد اللي كنتسكنوا فيه او شي حاجة اللي تشهرت بزاف وبغيتوا نقترحها لكم او بغيتوا نشوفها معكم كتبوها لي في التعليق او كتبو لي الاسم ديالا في التعليق ان شاء الله نشوف لكم الوصفة ونقترحها لكم غدي مبدأ اول حاجة هنا بلا بات دو بيستاش او عجينة الفوستق انا غدي نصيبها معاكم اليوم لاناني مصورة حلقة فنبغي انها تكون مفيدة اما انتم تقدروا تشريوها جاهزة واللي بغي يصيبها يتبع معايا هنا عندي 150 قرام من الفوستق او من البيستاش اللي كيكون مقشر كنشريو نوعية جيدة اكيد هذا غير محمص كيكون اللون ديالو اخضر بحلقة دا زوين غدي تلقى عند الناس اللي كتبع الاشياء الخاصة بالحلويات بالنسبة للرباط را غدي نكتب لكم في صندوق الوصف انا مني نشريته وكيكون نوعية ديالو جيدة كنصخن الفرن على 100 درجة ما كانتعداش 100 درجة في الفوستق او في البيستاش لانه شي حاجة اللي حساسة ما بغيناش للون ديالو يتغير غير كياخد هاداك النكهة وكيعطيني احسن ما فيه اذا حمرته فغادي اعطيكم واحد المضاق اللي ما زوينش اكيد احتلون ما غاديش يكون زوين الناس اللي ما عندهاش منين تشري هادا البيستاش هادا غادي تشريو هادا اللي كيكون فلساشي را كيكون مستورد فيه 250 قرام وهذا را محمر محمص فما كيحتاش نهائيا انا نحمره غير كنقشره وكنستعمله وتأكدوا انه بدون ملح را مكتوب عليه سين سال لانك يكون اكترية جايبينهم اسبانيا اي بدون ملح بالنسبة المدة اللي كياخد مني فمن عشرة الى اتناع عشر انا هادا البيستاش عندي شوية اغليد او كبير انا كانوا بريكم شوفوا اللون خاصوا يبقى في اللون دياله غير كياخد المضاق او كياخد النكهة خدا مني اتناع عشر دقيقة اذا كان هاداك الصغور شريتوا البيستاش صغير غادي اخد منكم عشرة دقائق من بعد كتخليوك يبرد شي شوية وكنجيوه هنا كنتحنوه انا تحنتوا في الطحانة هادي غا نوريكم ليزيتاب اللي كيدوز منها او المراحل اول حاجة كياخدكم بحال شكل ديالبودرة الناس اللي بغا تستعمل البودرة را ها كده كياخدكم في الاول كنبقى كنحرك كنحرك الجوانب شوفوا البرز انا يا را كننحيدو او كنزولو الوقت اللي كنبغي نحرك لان هادا الماكينة شوية كتضرب بالضو اذا استعملتوا واحد زوج ثلاثة او المولي ناكس اللي كنستعملوه العادية فما كنحتاجوش انكم تزولو البريز كنبقى بحالك ده كننطحن وكننزل الجوانب وكنقلب هادا العملية غا تاخد منكم شوية ديال الوقت لان بزاف ديالناس غا يصحب لها صافيرة من شحات لهاش الوصفة ولكن اعطيوها الوقت الكافي مني كتشوفوا ان هاداك الاجينة صافي ما فياش اي حبيبات وطحنات ليا جيدا كتولي ليس هنا غا نعاونها او غا نساعدها بواحد ملعقة كبيرة من الزيت ولكن في اخر مرحلة مش في المرحلة الاولى اذا ضفتوا الزيت في المرحلة الاولى ما غاديش يتطحن لكم مزيان صافي كانبقى كانتحن وشوفوا القوام اللي كتعطيني هدا هو القوام ديالا بات دو بيستاش كانحتافت بها بحالك ده في واحد العلبة اللي كتكون ديالزاج وكتكون محكمة الغلق الوقت اللي كانبغيها كانستعملها ولكن راه باش وصلت لهاد المرحلة هادي بقيت كانتحن مزيان خصوصا في اخر مرحلة مرحلة كنسد اليها وكنخليها كتتحن حتى كتعطيكم هاد القوام هادا هنا كنوريكم الابات دو بيستاش قدروا تشريوها واجدة انا كناخدها من عند عزيز اللي في العكاري بنسبة الناس اللي زاكنين في الرباط فهذا والقوام ديالا صراحة بنينة بزيف ثمان ديالا شوية غالي غايباش نعلمكم ولكن هانتم ما اذا صيبتوها في الدر رات قريبا نفس الحاجة اللي كتعطيكم حتى مني كنصيبوها في الدر رات تمان ديالا كيكون غالي لان البيستاش غالي ولكن كيكون عندي نص ثمن يعني اذا شريت مثلا 100 قرام ديالا بات دو بيستاش من 60 درهم حتى ال 70 درهم اذا صيبناها في الدر فكتقام علينا ب30 درهم المية درهم صافيان اهده وشكل ديالا الاخير كتجي كتحمق كتوجدوها وكتستعملوها في جميع الوصفات ديالكم غادي نجيو هنا الكونافة الكونافة كتلقاوها واجدة كتبع عند الناس اللي كتبع الاشياء الخاصة بالحلويات كتبع بحلقة دا على شكل نص كيلو كتاخدوا منه الكيمية اللي غادي تستعملوها وباقي الكيمية كتحتفظوا بها في المجمد كتقسموها اذا مثلا انا بغيد نقسمها على 100 قرام كنقسمها على مثلا 5 ديالي ساشي ديال بلاستيك غادي نصد هادك ساشياء مزيان وكنخليها في المجمد الوقت اللي كنحتاجها كنجبذها باش كنخدم بها ما تجمعوهاش وتخليوها في المجمد على شكل كتلة كبيرة هي كتجيب حلقة دا كتختلف النوعية ديالها او الجودة ديالها اللي حساب مني نشريتوها بعد ما تقدروا تقوى غليظة شوية او رقيقة المهم انا لقيتها رقيقة صراحة كنزوينة بززف كتاخدوا بحلقة دا الكمية اللي غا تحتاجو بالنسبة لطابلت وحدة غادي نحتاجو تقريبا خمسون قرام انا غادي نصيب خمسون قرام ولكن ضيفو غير بشوية بشوية لانا حسب النوعية او جودة ديال هديك الكونافة اللي عندكم خاص هديك الكريم اللي تجيني وسط طابلت جي كريمية ما تجيش قاسحة يجي فيها نسبة كبيرة من الكريمة كنقطعها بحلقة دا كيف ما كتشوفو تكون تقطعها صغيرة ما تكونش كبيرة قريبا واحد نصف سنتيمتر في كله اوحدة كنحاول انني نفككها باش ما تقاش لي على شكل كتل ومن بعد كنضيف هنايا انا محتاجة خمسون قرام من الكونافة فغادي نضيف لها عشرون قرام من الزبدة اللي هي ملعقة كبيرة تكون ممسوحة غادي نحاول انني نبس بس هديك الزبدة او نخليها تلبس على كل شعر من هذو كشعيرات ديال الكونافة باش جيني محمرة كنبقى بحلقة دا كنفكك اذا كانوا عندي اي كتل بحلقة دا باش جي كلها متلبسة ومن بعد سافي عندي هنايا واحد المقلة لبست لها ضروري من الورق ديال الخبز او بابي كويسة كنلبسوا بحلقة دا او كنحطوا الفرن كيكون مسخن عندي الى 140 درجة درجة حرارة اللي كتكون هادئة اذا طلتوا الحرارة فغادي تحرق بلا ما غادي تاخد هديك القرمشة كندخلها في الاول غادي تبدأ تحمر ليا من الجواني بكيف ما كتشوفوا فضروري انني كنخلطها كنبقى واقفة عليها اذا خلتوا الكنافة فغادي تحرق لكم فكونوا قريبين لها كل مرة كتشوفوها تحمرت كتدخلوا الجوانيب الداخل وكتحاولوا انكم تفتتوها بحال هكذا انا هنا اعطتكم كمية صغيرة على حساب طابليت واحدة من بعد اذا بغيتوا تضعفوا الكمية راكم كتضعفوا هنا سافي كنعود ندخلها للفرن غتشوفوا انها بدت كتتحمر او كتاخد لون متجانس اكتر نفس الحاجة كندخل الجوانيب وكنحاول انني انبسطها حتى كتاخد هالتحميرة هادي بالنسبة الناس اللي ما بغاش تشغل الفرن على هالك كمية الصغيرة فتقدروا تديروها في شي كاسرول اللي كتكون واسعة او شي مقلة اللي تكون ما كتلصقش انا هنا يا خديت نفس الكمية دي الزبدة خليسها كتغلي شوية غير باش يتبخر هدا كحليب اللي فيها ومن بعد سافي كنبقى نحرك على نار تكون اقل من هادئة كانبقى مع التحريك المستمر ما نبعدش منها بنسبة الزبدة اللي ضفت هذيك الكنافة اللي ضخت الفرن رغير دوبتها مخليتها لتغلي لحت حاجة لانه في الفران رغت تاخد المدة الكافية باش هذيك الحليب اللي كيكون في الزبدة يتبخر هنا كانبقى مستمر راكف ما كتشوفو حتى كانوصل لها دي النتيجة هادي ضروري انني كنناخد هذي اللون اللي كيكون موحد وكتكون كلها مقرمشة بحالها هكذا هنا غدي نوريكم طريقة دي التومبغاش دي الشوكولة ولكن على السريع ماشي احترافي لانه عافق اغلبية الناس اللي كتفرش فيها ماشي ناس محترفين فغدي ناخد بحالها كذا اللي ما كيغلي كنحط فوق منه 40 جرام من الشوكولة غير كندوبها بمجرد ما كندوب كنزوغ لها من فوق من الكاسترول كنزيد لها 80 جرام من الشوكولة اللي هكذا حبيبات كل ها الشوكولة كانت عندي شوكولة الاولى باش كتبرد لي وكتعطيني شوكولة اللي كتكون لامعة واهم حاجة ما كتكونش معجنة مني كتاخدوا الطابلت كتكون هذيك شوكولة فيها واحد القرمشة طريقة دي التومبغاج الاحترافي غدي نخليه لكم في صندوق الوصف وهذا طريقة اللي كتكون بسيطة وسهلة المهم انا عندي هنا يا 40 جرام دوبتها وزت لها 80 جرام اذا في المجمل كانت عندي 120 جرام من الشوكولة غدي نخليها كتبرد باش نرجع لها من بعد ضروري انها تاخد 11 دقائق تقريبا تبرد فيها من بعد صافي الوقت اللي غاتبرد فيه شوكولة غير 11 دقائق الوقت اللي غنصيبو فيه هذ الخليط هذا عندي هنا يا 60 جرام من الشوكولة البيضاء شوكولة البيضاء تكون نوعية جيدة كندوب واحدة هي غرب شوية لها في حمام مائي او الناس اللي كتعرف الدوب في الميكرون الدوب اغلب الشوكولة البيضاء غدي تحرقوها في الميكرون فدوبوها في حمام مائي كيفما شوتوا معي في الشوكولة اللي كتكون بالحليب من بعد غدي نضيفنها 70 جرام من العجينة دي الفوستق ياما اللي صبقوا حضرناها ياما إذا شريناها كتشريوها واجدة ديكم سهلة بنسبة الناس اللي بغا تجرب ما فيها ما تصيب لابات دو بيستاش من الأول ومن بعد غدي نوريكم الفرق ما بين لابات دو بيستاش ولا كريم دو بيستاش رابيناتون فرق عجينة الفوستق وكريمات هنا غدي نخلط هذيك لابات دو بيستاش مع الشوكولة أو غات نساجم مع الشوكولة البيضة مني نخلطو هذي الاشياء مع بعضياتها هنا كتكون عنا لابات دو بيستاش كريمة الفوستق اللي هي عبارة عن شوكولة البيضة مع عجينة الفوستق اللي هي لابات دو بيستاش وهنا غدي نجيب هذيك الكنافة انتوما بالنسبة لكم هذيك الكيمية اللي اعطيتكم 50 جرام كتضيفها غير بشوية بشوية أنا رفيت لي جربت الوصفة هذي من قبل على حساب الكنافة اللي عندي فلقيت أنا 50 جرام دخلت لي كلها بالنسبة لكم ما تضيفوش الكمية كلها من الأول خليو شوية خلطو بحلقة كده وخلي واحد شوية واحد القياس ديال معلقة كبيرة حتى تشوفو إذا حتاجتوها كتضيفوها أنا غدي نوريكم القوام كيفاش داير هنا كنبقى كنخلط لأنا في الأول غتباليكم هانتوما بحالة شادة شي شوية ولكن هذيك الكنافة حنا ندرنا معها الزبدة أو قلناها في الزبدة فحت هذه الزبدة غدي تطلق هذيك الدسم اللي فيها حتى غتعطيكم بحال الشكل ديال الكريمة بحالة كده فكتخلطو جيدا قبل ما تضيفو كمية إضافية حتى تشوفو أنا شوفو كيفاش القوام عندي ضروري القوام يكون بحال هكده لأنا من بعد هذيك الشوكولات البيضة حتى هي غدي تبرد وغدي تزيد تماسك واحد شوية سافي هنا يرى عندي واجدة الكريمة ديال البيستاش مع هذيك الكنافة غدي نرجع للشوكولات قلقاه برد شوية محتاج من بعد ما ندلو هذيك العملية وحد أشهر دقائق تقريبا كيف ما أقول لكم الوقت اللي كان وجدو فيه هنا كان بحالة كنخدم هذيك الشوكولات كان زيد كان بردو شوفو اللمعة اللي كي ياخد كي ياخد بحال اللمعة بحالها كده هذي اللمعة هي لغة تبالية في الشوكولات من بعد أنا هنا هذي نستعمل معاكم غيلا باقيت بشكل شي قدر يوجد هذي الوصفة هذي وصراحة كتجي فيها زوينة أنا من بعد سأخذ بحالة كده الجهة اللي كتكون من الفوق ديال اللي كتكون رقيقة هي اللي سأستعملها واذا كنت عندكم اللغة اللي فيها مافيش هذي مش بومبي فكتستعملو التحت كتقطعو على الارتفاع اللي بغيتو وكتستعملو التحت غدي ناخد بحالة كده أنا عندي شوية الشوكولة اللي بالفرامبواز وشوكولة اللي بالكاراميل غير باشك اللون بها غير أشياء اختيارية لانه إذا بغيت اللون الشوكولة محتاجة واحد الملونات اللي كتكون سبيسيال الشوكولة ممكنش نزيد لها اي ملوين عادي لانها كتتحبب او كتتحجر غنبقى كتنزين بحالة كده تزين عشوائي غير باش نعطيكم او نقربكم من الشوكولة اللي كتبع اللي هي اصلا شكل ديالة بحالة كده شو بيدي الشوكولة في الاسود تاهية المهم كندر شو بدي الفن تشكيلي كنحاول انني نعطي شي حاجة اللي تكون هكده سبيسيال مع انني صراحة كنفضل اللون التابليت العادي كنلقى في شوكولاتي بره كيبيعوا هاد الشوكولة اللي بالالوان واللوم شهورين بزاف ما كيعجبوني صراحة شوكولة بالالوان كنبغي الشوكولة تبقى في اللون ديالة كتشهيني مني كتكون بحالة كده ايما بيضاء ايما بالحليب ايما هكده اما في الالوان ما كتعجبنيش بزاف بالنسبة لهذا شوكولة الحليب وهكذا الشوكولة بزيارة زيارة ايماraelي نعملها شاركة نعمل شوكولة بالشquela مع ان شاء ش которые غيردها اينا فضروري اما استعملوا معها الشوكولة البيضة واما شوكولة بالحليب انا استعملت شوكولة بالحليب ووضتليها شوية الشوكولة السوداء للغض مضاق مثلا اذا استعملته مئات غرام من الشوكولة بالحليب تقدروا تضيفيها لها 21 غرام من الشوكولة السوداء تعطي حتى تطلع شوية المضاق صافي هنا كناخد هذيك الاطابلت وكنديل لها الشوكولات كنحاول أنني نعمر هذيك الاطابلت اللي عندي كلها بالشوكولات نغلفها من الجوانب ديالها من تحت من كل شي وهنا أنا ربدا تكتب لي أن هذيك الشوكولات غايجيني الارتفاع دياله كبير بزا فغادي ياخد لي كمية كبيرة من الحشو فشنو درت قطعت على حسب الارتفاع المناسب بالنسبة لي وصراحة كانت فيك رزوينة قطعت أول حاجة هذيك الكعدغ اللي كان داير ومن بعد قطعت الارتفاع تقريبا على واحد ونصف واحد ونصف ره كافي هنتم ما شوفوا الارتفاع اللي قطعت عليه من بعد كنخليها كتجمد حتى كتجمد هذيك الشوكولات في المجمد عاد كنحط الحشو بحلا كده أنا را معتصوير كنحطها كنبقى نقعد الكاميرا فوخاكك بدت كتدوب شي شوية من بعد ما جمدت كنحط الكمية ديال الحشو اللي عطيتكم الوصفة اللي عطيتكم غادي تكفيكم الوحيد لها طابليت اللي فيها تقريبا سبعة عشر او ستة عشر مهم حتى التمانية عشر سنتيمتر وفيها في العرض ديالها تمانية حتى ال تسعة سنتيمتر غا تكفيكم هالكمية ديال الحشو هناك تشوفوا معايا أنا كمية اضافية او كمية مضاعفة لان في الاول صيبت كمية كبيرة ولكن من بعد حاولت نصور لكم الكمية بالضبط اللي غادي تكفيكم أنا من بعد را ما ضاعج را عمرتها او وريدكم بها اشكال اخرى مني كتحطو الحشو وراها ضروري كتحطوها او كترجعوه للمجمد حتى كيجمد تماما هذك الحشو عاد كتضيفو من الفوق الكيمية ديالشوكولا لمناسبة أنا هنا حاولت انني منحطش كمية كبيرة داك شاش كتشوفوا معايا جات تبقى رقيقة ولكن حطو كمية مناسبة لان اذا جاتكم تبقى رقيقة فمني غا تبغيو تحطوها او غا تبغيو تاكلوها سوف يغدد تعجن لكم هذيك الشوكولا غادي نوريكم هنايا كيفاش تصيبو ميني شوكولا ومن الاحسن صراحة لانا طابلت معندكمش كيفاش تديرو تاكلوها لانا كيكونوها كده النازدك شي ماديش نحن قطعو لهم من طابلت فمن الاحسن انني نقترح لكم هذي الميني شوكولا صراحة يعجبوني بزاف كتصيبوهم بحالة كده كتعمروا هذك المول بالشوكولا ومن بعد كتحطوه في المجمد حتى يجمد من بعد كتحطو الحجو كتخليو حتى يجمد وكتحطو كمية اضافية دي الشوكولا من الفوق كتقدو رفينيسيون بواحد سباتول او حتى السكين ومن بعد كنرجعهم للمجمد وغادي تشوفوهم معايا كيفاش غادي نزولوهم وبنسبة لهاد القوالب اللي كتشوفو معايا رماشي هما القوالب الخاصة بالشوكولا والخدمة اللي كتشوفو معايا ماشي الخدمة الاحترافية دي الشوكولا اذا كنتو مهتمين بالنسبة للناس لي كتبغي تخدم هادلي شوكولا او كتبغي تبيعهم لانا صراحة فيهم الربح وما فيهمش بزاف دي الخدمة فاذا بغيتو نصيب لكم حلقة خاصة بالشوكولا كيفاش ديروا الخدمة شوكولا كيفاش تصيبوها كل شي نشوفو معاكم في حلقة خاصة اذا جات عليها تعالق كتير فغادي نحط لكم ان شاء الله هنا من بعد ما جمد عندي شوكولا كنخرجو وكيفما كتشوفو مني كنديرو هاداك طمبغاج واخر غير خفيف كي اعطي واحد اللمعة في شوكولا وكي يخليها تبقى محافظة على التماسك ديالا هنا غادي نوريكم كيفاش شكل ديالها كي يجي من الداخل هي هادا كما كتشوفو صراحة شكيل ديالهم كي يجي زوين كي يجي بنانين كي ياخدوا حلقة كمية دي الحشو كبيرة وزوينة وهنا غادي نرجع لطبليت ديالنا من بعد ما خرجتها من المجمد ضروري تكون جامدة كنحاول نشوف فيناي البداية ونخرجها بحلاك ديالك تخرج بكل سهولة وعمرني مسحبلية الباخ كي ترى شكل ديالها زوين بحلاك ديال عمرني مردت البن شكل ديالها كي يجي زوين كي يجي مختلف انا جبني صراحة حتى علا شكل ديالي طبليت العاديين وهنا غادي نوريكم كيفاش ديراء من الداخل هاكده كي تجي كي تجي كتتحمق لداخل كله عامر بهذاك الحشو والحلاوة ديال انا جي عامر بحال هاكده انا ديالي صورت لكم في الاول ولكن كان عندي صداع في الكوزينة فما تسمعش هذك الصوت ديال القرمج هذي الشوكولة سمحوا لي وما تسمعش حتى هذك كيفاش دقت او در التدوق فلهذا عاودت معاكم احد اخر لان تشوفوا الاختلاف هذي الثانية اللي عاودتها راودتها بلا مزيينتها من بعد فهناي غادي نوريكم هذي الكريم ديالبيستاش وهذي اللي حداي هنا هي البات ديالبيستاش الفرق بين اكيد هو اللي وريتكم ان الخراك تكون مخلطة مع الشوكولة البيضاء وهذي اللي كتباع راكت تكون مخلطة بزاف مع السكر فالمضغ ديالبيستاش فيها خفيف بزاف ولكن المهم كتباع واجد بحال كده وثمان ديالها ارخص بنسبة الناس اللي بغا تشري هذي الكريم وتوجد هذي طابلت هذي لما تعد برصة لفكونا فلحت حاجة غنعطيكم واحد طريقة اكس بخيس هي انني كناخد بحال هذي الكريم كريم ديال اول ولكن المهم اذا ما عناش تريد بقزوينة كناخد كريم ديال بستاش نزيد لها شوية ديال زيت غير شوية لكي نطلق القوام ديالها باش تولي عندي سليسة او كريمية شوية من بعد فمني كتولي عندي بهذا القوام هذا نقدر نضيف الكنافة بحال شفت معي في الأول يعني نضيف الفويتين وحتى الطريقة الأولى اذا بغيت منزج الكنافة او مثلا في مدينة او بلاد ما في كنافة كناخد نستعمل الفويتين كعثوني تقريبا نفس النتيجة ونزيد الفويتين ونزيد الكمية التي تناسب او تعمر لي هذي تابليت اللي مستعملة أناية هنا انا انا نجرب معاكم هذي تابليت اللي كتباعو راتما ديالهم 20 درهم درت طبقة خفيفة هذي الشوكولة ملتحت درتها غير بالشيطة غير بالبانسو درت طبقة خفيفة ولكن صراحة مني كتباعو طبقة خفيفة كتتهرست أنا علاج طبقة خفيفة لان لطابليت مكانش فيها ارتفاع كانت رقيقة صراحة فحاولت انني نستافد زاما تابليت ماشي انني نعمرهم خليت هذي الحشو احتجمد ومن بعد اضفت كمية اخرى من الشوكولة غادي نحاول نقادلها حتى فينسيو او نقادلها الوجه ديالها غادي نحطها تجمد مرة اخرى ومن بعد مني غادي نخرجها من المجمد غادي نحاول انني نفكها بحال هذي غادي معايا انها تهرسات لان طبقة لحت تحت كانت ترقيقة بزاف فمه ما اجبتني صراحة بزاف هذة تابليت هذي تقدروا في موقع تكبو فوق من الشوكولة اذا بغيتوا غير تابليت ماشي شي حاجة اللي معمرة هناك نحاول انا دائما نجرب معاكم اشياء بحلقة دا ونوريها لكم نتجا احتجا اشياء صراحة ماشي بحل ولكن صافتها صراحة نتمنى ان هذة الحلقة تكون اجباتكم اذا عندكم اي وصفات مثلا اشتوهم في مواقع تواصل اجتماعي لانا الصراحة ما كنت ندخل بزاف بزاف فكيف يفوتوني بزاف دي الحاجات كتبوهم لي في التعليق كتبو الاسم دي الحاجة اللي قدر نزيد لداخل هي شوية دي البستاش كونكاشي 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 مني تحمروا البستاش قبل ما تصيبوا به لابات البستاش خدوا شوية و اضقوا هكذا غير بالكيس وزيدوا لها دي البريبار اللي حطينا من الداخل فبنسب لي غير زيد حاجة لزوينة بزاف لها الشوكولة هذا وكن تمنا